وجدت في مزدلفة مبلغاً من المال قدره ألف ريال وكنت محتاجاً جداً فأخذته فماذا علي؟ وهل علي ذنب في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحل لقطتها إلا لمنشد لمن ينادي عليه حتى يجد صاحبه فيلزمك ضمانه وأن تودعه عند الجهة التي تتولى المفقودات في مكة لأن المفقودات لها مكتب في مكة وفي ميناء بيت المال في بيت المال المحكمة الشرعية فالأموال تودع في المشاعر في بيت المال وأما في مكة فتودع في المكتب مكتب الضائعات فعليك أن توصل هذا المبلغ إلى مكتب الضائعات أو إلى بيت المال الذي في المشاعر لأنهم ربما سجلوا ربما أنهم سجلين الاسم صاحبه لأنهم يجونهم المضيعين ويكتبون اسمائهم فإذا جاءت ضائعتهم أرسلوها إليهم لأ